اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة واحدة بعتتلي مسجي على البيتج بتقولي انا نفسي سافر باريس قوي حلم حياتي ونفسي يتحق حضرتك ممكن تبعاتي حلم او دريم على 4 صفار ولو حلمك اتحقق يريد ترديني معك حتى لو تحطيني في الشنطنة موافق الناس كتير قوي يكره البلد دي يا جماعة ليه كده ده حتى النور بيقطع والبنزين سعره زاد والسجاير حيات كتير قوي حتى لو النور مقطعش المية تقطع البلد حلوة مفيش كلام تفتكروا كمان عشر سنين البنات هتتجوز ازاي كل حاجة هتبقى غالية زي كان من دلوقتي الشباب بتشد في شعرها حب اقول للبنات انتو هتحنسوا بطممكم بطممكم نيجي بقى للعائل الموديلز الفشيخة اللي بتصوره حاطت ايده على شعره زي البنات وضرب البوزر خفيف ويلبس من طلقون اخته تدايق وعمل لي فيها واد موديل زي ما بيقولوا تضيط الرجولة ودتها في ستين دهية ده غير طبعا العائل اللي بقى تلبس هوت شورت شوفوا كده هيعينة من الشلحفات بقى ده منظر الراجل ده اسف انا كده شتمتك بكلمة راجل لش لو الشباب لما شافوا صار سلامة الممحونة بالهوت شورت في مسلسل ابن حلال اللي انا لحد دلوقتي ما تفرقتش عليه كانوا بيريّلوا على الهوت نفسه والفسكة متغرق بسطات عنها هي والشورت بتاعها مسلسل ده اصلا كان المفروض يبقى اسمه الممحونة والهوت شورت مع ترامل الفنانة القاديرة ريحام سعيد شفت مبارح ببوسط على الفيس كانت بنت منزلها قف بقى يا رب خدني انا تعبت قوي بجد ولقيت كومنت من واحد بيقول بعد الشر عليك يا قلبي يا رب انا وانت لأ تخيلوا رد البنت عليه كان ايه انت مين اصلا هو ايه اللي قلبك ضربة في قلبك يا شيخ لقيت الوات مسح كومنت يعني الوات ما يعرفهاش اصلا وبيحكها البت كسفته كسفة مش فاهمة واستفدي يلا يعيشوا ياخد غيرها الحكا كنكتروا الحمو بطلوا تشواصو رتنا قول بنت اصلا تلاقي كومز عشان كده ايه نزلت البوسط ده والله حاجة تشل يلا كفاية كده اللي عنده مشكلة يا جماعة في اي حاجة اي موضوع يبعتها في مسجة ولو عندي حل لها ان شاء الله هقوله المرة اللي جاية من غير اسم صاحب المشكلة ولو عايز موضوع معي ان نتكلم فيه عن موضوع حاجة مضايقاك في المجتمع اي حاجة ابعتها على البيتش وهنشوف يلا